برد الحوت برد الحوت استقبل روحانيات ونورانيات اسم الله المؤمن استقبل اسم الله المؤمن انزل فيها التعليقات واكتب اسم الله المؤمن خمسة مرات وضع شيء في بالك تريده ان يقضى او تريد ان تفعله وردد اسم الله المؤمن قبل نومك مية واحداشر مرة وبعد سلس ليالي رح يقضى الشيء الذي ضعته في بالك رح يقضى الشيء تريد ان تفعله او شيء تريده ان يقضى انزل فيها التعليقات اكتب اسم الله المؤمن خمسة مرات وردد قبل نومك اسم الله المؤمن مية واحداشر مرة ورح يقضى بفضل الله تعالى نبدأ ب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زيكم عبدين يا يا ربي تكونوا كويسين وبخير يا سعد الله اوقتكم حبايق قلبي بكل خير ان شاء الله كراءة جديدة حصرية على قناة سرار العالم الروحاني لمواليد برض الحوت صلي على النبي عليها بضل الصلاة والسلام اللهم بشر نجمع انتظر منك وانت خير المبشرين كلها اتمنى من احباتنا في الله ادعموا الفيديو باللاقيقون كنت لم تشترك فيها القناة فلاشترك في القناة وفعل زر الدرس ليصلك كل جديد من اسرار العالم الروحاني بسم الله الرحمن الرحيم انزل فيها التعليقات صلي على الحبيب المصطفى عليها بني الفرج سيب كل حادة واسيب كل حادة عدد عندك تركها يعني بلاش تفتكر الحادة اللي هي تدبلك تقصل بي او تفكير مش كويس يعني اترك كل حادة عدد شايف هنا في واحدة ست عندك الستة دية ملازماك الستة دية ملازماك في كل حادة الستة دية اقدر اقولك ان هي عملالك سحر تخليك ملخبط ومتعجد مش عارف تشوف شغلك مش عارف تشوف مستقبلك مش عارف تشوف حالك الستة دية ململة مكلة اوداحة وكل شي عندها خطة على اوداعك عملالك كرتيب عملالك تعطيل عملالك تعب هذا من السحر صل على الحبيب ابن مصطفى انا شايفك ان انت بلايه بتوجع نفسك اه في مشاكل كتيرة يعني انا شايفك انها بتوجع نفسك في مشاكل كتيرة بسبب ممكن اختياراتك الخطأ او بسبب طيبة كلبك انا شايف ان انت غدرت كتير اه تعبتك كتير شايفك اه محبط اه عندك كمية احباط كمية يؤس شايف بس انت هتنتصر على اعداء هتنتصر باذن الله تعالى على اعداء شايف عندك انتصار الناس اللي ضربتك او طعمتك في الظهرك او ازتك او غدرت بيك هم مش مرتحين هما مش مرتحين وهيدولك وهيتأسفو لك وهيتأسفو لك بسم الله الكاشف بصنا اللهم اصلى لسيدنا محمد عندك هنا قرار شايف عندك هنا قرار والقرار دي لازم تاخذه القرار دي لازم تاخذه فكر كويس جدا علشان تاخذ الكرار الصح علشان قبل ما تاخد قرار فكر كويس جدا اللهم اصلى على سيدنا محمد شايف هنا عندك فيه جاعدة اه الجاعدة دي بخصوص ناس اه حل مشكلة انا شاف فيه جاعدة فيها كلام كلام رايح وكلام داي فيها صلح بإذن الله شايف عندك هنا لقاء مع احد اه لقاء دي فيه خيار فيه فرحة شايفك في اللقاء ده مبسوط مبسوط فيه عندك هنا رسالة ديالك رسالة فيها فرحة ليك فيها سعادة اه انت منتظرها بإذن الله بس خليك تكون هذه علشان شايف عندك فرحة بإذن الله تعالي عندك فرحة شايف فيه بشرة بمولود لانه عندك كمية اشتياق لاطفال عندك كمية اه شايف فيه بشرة بمولود حياتك هنا العطفية يعني هنا حياتك العطفية ما ما فيهاش استقرار قوي ما فيهاش استقرار الست اللي بتجدد لك السحر بتجدد لك السحر عينها عليك جدا عينها عليك هنا الناس اللي أزتك وغدرت بيك هي تأسفو لك وهيردعوا لانك يطلبوا منك السماح لان انت قلبك طيب وبتحب الخير للناس كلها وبتحب تدي ومش منتظر مقابل من حد مش منتظرك مقابل من حد دايما اللي انت بتعمله مع الناس بيديلك العكس دايما الخير اللي بتعمله مع الناس بيديلك العكس شايف عندك صلح انت وحد عزيز على قلبك شايفك هنا برضو زعلان وبتشك همك شايفك زعلان مخنوق متضايق جلبك مكسور حزين بتقول يا رب انصرني على أعدائي وعلى من ظلموني طلع على النبي عليه الصلاة والسلام بسم الله الكاشف ادعم الفيديو باللايك فضلا وليس أمر الأحبابنا في الله فضلا وليس أمر الأخواتنا في الله اللي بتشاهدونا ادعم الفيديو باللايك بسم الله الكاشف بتقول يا رب وفدني يا رب اكرمني عندك تعوى بإذن الله تعالى هتتحقق هتتحقق بقدرة الله انت أقرب الناس ليك هم اللي غدروا بيك هم اللي غدروا بيك أقرب مليك هم اللي غدروا بيك بس ان شاء الله ربنا هيكرمك وهي ريح قلبك بإذن الله تعالى انت هنا طلعت من بيتك غصبا عنك شايفك طالع غصبا عنك زعلان مكسور شايفك طالع من بيتك مكسور خلي بالك خلي بالك من الناس اللي عايزة تدمر حياتك الناس الحقودة الناس اللي عايزة تأذيك عايزة تدمر حياتك خلي بالك من الناس دي انت شخص محبوب انت شخص شاطر شخص محبوب جدا مشاريعك بإذن الله تعالى ناتحة عندك تسرع بس في تسرعات بتأخذها في الصح بتكون صح بس عندك اصدقاء خبيثة اصدقاء حب توقعك في شر اعمالك فكون حريص كما كن شايفك هنا نوع لسفر نوع لسفر خارج لبلاد اه مستني دعم او مستني لقامع حد او مستني مكالمة شايف عندك اه سفر في حد هيساعدك وهيجف جنبك في الشدة في حد هيساعدك وهيدعمك وهيجف جنبك صلى على الحبيب المستقى شايف هنا انتبه وخلي بالك من صحتك اه ومتخدش حدا من حد خلي بالك من صحتك وانتبه من صحتك علشان اقرب الناس هم اللي حابين يدمروك بالسحر بالاعمال بالسحر المشروب خلي بالك من السحر كما قلنا خلي بالك خلي بالك علشان شايف صحتك في النازل المعدة عندك تعب عندك قلم عندك تساقط في الشعب في حد هنا اه بحاول اه يأزيك بحاول يطعنك بحاول يكسرك بحاول يأزيك خلي بالك انت هنا شايفك حزين على شخص اه انت بتحبه الشخص بقمس دون او بعيد عنك او هو مخنوق او في ضيقة اه او مريض انت زعلان عليك وحزين علي الشخص ده ربنا يفق اسره او ربنا يشفيه ان شاء الله مما هو فيه بسم الله شايف هنا اه حصل اه كلام ما بينك وما بين الشغيك اه حصل زعل حصل انفصال بتفكر في الانفصال بلاش تفكر حاليا عشان السحر اه سحر بيت جدد لانا شايفك عندك حيرة محتار في امرك عايزك تنتصر عايزك تنتصر او عايزك تنتصر يتسيب كل احد على الله وحاول تقول يا رب حاولوا تقول يا رب انا شايف عندكم مواجهة حلوة المواجهة دي فيها خير بمشيئة الله تعالى فيها خير ليك اه حاول يعني تكون انت يعني هادي الايام دي هتكون حكيم وتكون هادي علشان المرة دي هتكون في مواجهة وهتطلع منتصر وهتضع صحابك في اي حد وهتطلع منتصر بفضل الله تعالى شايف هنا اقرب الناس ليك اه هم اعدائك عدوك واعدائك صديقك هو عدوك فخلي بالك لان انا شايف شخص بكرب ليكم فخلي بالكم وكون حسنين بسم الله الكاشر شايف هنا في حد بياكل ويشرب معك او طلع من بيتك اه مش كويس اه انت قدمت له الخير كلب وشرب اه لكن مش كويس شايف هنا في ارض بيتك فيها فرحة اه في فرحة في ارض بيتك عندك مفرجات حلوة بإذن الله تعالى وعندك الماديا هتتحسن عندك الامور هتتحسن معك بفضل الله تعالى عندك كما قلنا اه ممكن نقول فرحة ارتباط او زواط او عرز لأحد قريبك في اهل بيتك يعني شايف في ارض بيتك فيها فرحة بقدرة الله تعالى شايفك هنا مش قادر تشيل جرش اه مش قادر تشيل فلوس اه مش قادر تحوش اه اللي داي خارج مفيش حدا جاعدة معك مكتملة ان شاء الله دايلك الرزك من حيث لا تحتسن دايلك الفرحة لانك انت الظلامت كتير ربنا هيعودك هيعودك على صبرك وعلى الظلم اللي وقع عليك من اقرب مليك ربنا هيعودك باذن الله شايف هنا اللهم صلى على سيدنا محمد الفترة اللي داي اه شايف هنا وانتبهي الفترة اللي داي عندكم خير عندكم السكة فاضية عندكم خير عندكم السكة فاضية حاولوا ان انت تكسبوها حاولوا انت تكسبوا هزا السكة ماشي ان الامور معكدة امامكم اه بتدخلوا في طريق بتردع خطوة مفيش اه ارتباط مكتمل اه مفيش عيشة في المتزودين مش مرتحن في الزواج مشاكل بدون سبب خنجة ضيق نفور واكسر هاد المشاكل بدون اي اسباب وللسه مرتبطتش في تعقيد في تعطيل في تعب في تساقط في الشعر في قلم في العمود الفقري وقلم في الريتلاين وزيد الصداع وزيد التعطيل والنفور في الزواج هذا من السحر السحر كما كنا احبابنا في العمود من السحر اللي بيتجدد شايف هنا في حياتك هنا حصل او هيحصل اه في بين المنفصلين شايف هنا في اه عتاب في اه مقابلة والمقابلة دي فيها عتاب ان شاء الله فيها الصبح بمشية الله تعالى شايف هنا في محاكم او في قواضي اه بينكم وبين حد او اه حد معين لان شايفكم بتخلصوا هنا عندكم خير في المحاكم باذن الله تعالى عندكم محاكم شايف هنا في رزق داكم وبشرة بفضل الله تعالى فيها فرحة لك شايف هنا في غيمة غيمة على وشكون الغيمة دي في تفكير في غيمة في تفكير في حد بيحاول يأزيكم وانتم مش شايفينه اه يعني هنا انتم مش متوقعين ان هو الشخص ده يعني العمال يلعب بكم عمال يلزيكم اه مش متوقعين وطريق السفر مفتح قدامك طريق السفر في خير ما هتقول لي يا شيخ الطريق السفر طب يعني ان شاء الله في خير طريق السفر في منكم اه فسحة وفي اللي مسافر لشغل الكراءة عامة اخواتنا في الله لرجال ونساء والكراءة مفتوحة باذن الله تعالى خد الإطابة ليك احبابنا في الله الله مصدل على الحبيب المصطفى شايف انها تتفتح قدامكم ببان حلوة هيكون فيها سعادة اه فيها سعادة فيها فرحة يعني في راحة بعد كل التعب اللي حصل في حياتكم تدعبتم تعب كبير ربنا هيسر أمركم ربنا هيسر أمركم وهيكرمكم هيكرمكم بإذن الله تعالى الدموع اللي عندكم حاول تخلص طلع من حياتك طلع اليقس طلع الإحباط طلع الضيقة طلع الخنقة طلع اللي عندك شايف المشكلة اللي عندكم بسبب بالكم الأزمة والحيرة انتم ما تحلوه هتتحل هتتحل بمشيئة اللي يعني شايف ان اغلب وقتكم جاعدين في البيت مش عايزين تتكلم مع احد يعني مش عايزين تتكلم مع احد بسبب اللي شفتوه لكن هتتلاقى بتوقع مروحك هتتلاقى بتوقع مروحك خلاص هانت كل الأبواب اللي تجفلت في وجهك اخرى ليك بفضل الدعاء وبفضل الاستغفار بفضل الله تعالى شايف هنا انتم يعني شغالين على حادات كثيرة جدا وشايف ليك من مكان لمكان فيه نقلة فيه الراحة ليك فيه السعادة شايف ان انت بتنتقل من مكان لمكان فيه الراحة وفيه السعادة ليك بإذن الله تعالى هتشتري اه في حد قريب ليك برضو يعني هو ماشي في طريق مش كويس هو برضو قريب ليك وانت بتحذروه او انتوا هتكتشفوا وهتحذروه لان الطريق اللي ماشي فيها مش كويس بس انت هتعملوا اللي عليكم هتنصحوه وهتقولوا احنا نصحناه وقلنا امشي بعيدا من الطريق دي شافنا في حد اه عايز يعرفكم او هيتوصل لكم علشان مصلحته هيعرفكم علشان مصلحته هو علشان يسحب منكم فلوس او يسحب منكم شغل او هيخذ منكم حادة لكن انتم مش هتدو حادة او مش هتدوها حادة الله هو علم سمه اعلم هيبعدوا عنه لان شاف ان انتم هتبعدوا عنه او هتتعاملوا معاه ايه بطريقه محدوده شافت هنا اللهم صلى على سيدنا محمد يعني شافكم هنا هتعملوا حادة جديدة في حياتكم هتطلعوا من طاقة هتطلعوا من اه طاقة سلبية شاف ان انتم هتود اخلو في طاقة ايجابية هتتخلو في حد تفرخكم بس ابعدوا عن دميع الطاقات السلبية اتخلو في اي حادة تفرخهم اي حادة اي حادة سطوتكم اي حادة子 تسعدكم فاتخلوا فيها ابعدوا عن الطاقات السلبية و الماكن اللي بيدركم منها الطاقات السلبة وعدة على الناس اللي بتزيكم. الناس اللي بتحط عليكم. وليست تاخذ منكم. شايف عندكم هنا خمسة. رقم خمسة. رقم خمسة ده اه مميز. دايب لكم طاقة ايجابية. دايب لكم طاقة اه فيها فرحة. طاقة السعادة بازن الله تعالى. شايف عندكم هنا اكتر من خبر. مستنيين يعني اكتر من خبر تسمعوه. عندكم اكتر من طاقة انها تكتمل. او يكون فيها امور حلو لكم. بس انا شايف هنا بتدي لكم حادة وتختفي. اه بيدي لكم احساس وبيختفي. اه بتدخلوا في طريق حادة بتكون بتساعدكم وتسيبكم وتختفي. بلاش الكلام الكتير. عشان انتم عندكم لغبة مش عارفين ايه اللغبة. لانه عندكم هنا روحانياتكم عالية عالية بالنسبة شديدة. عندكم التخاطر ده شديد جوي. سواء كانت احلام بس بتنسوها. في منكم بينسى الاحلام. بيحلم احلام وبينساها. مش بتكتمل او وبينساها. في منكم برضو اللي بيفتكرها. في منكم اللي عنده هنا مس وعنده سحر. وعنده سحر. اكتر حدا عندك الحسد. الحسد شديد عليك شد. شديد شديد يعني بالنسبة شديدة هو الحسد. وعندك السحر. بس عندك هنا معك روحانيات. يعني حادات كويسة. حادات صالحة. بتساعدك كثير على قد ما تقدر. لكن مش قادر على السحر. اه مقفول عليه. مش قادر على تخلص تخلص لك السحر. فانت ساعد نفسك. ساعد نفسك. خليك تخلص من السحر والحسد اللي عندك. هليك تتوصل مع روحانياتك. لان روحانياتك كويسة. ماشي حاليا يعني هي تفتحت معك الابواب آآ كبير مرة آآ ماشيت معك طريق مكتمل لكن انقطعت. وقفت معك الدنيا. وقف حالك. آآ وقف حصل معك تعطيل. حصل معك نفور. آآ محتار. آآ حصل معك برضو تعب شديب. من السحر احبابي في الله. بس الطريق هتمشي معك مرة تانية. وهتمشي لهدفك. وهتوصل للطريق اللي كنت كنت عايزه. وهتعلق. هتعلق. هتعلق. شايفك ان انت مش عايز يتعاتب حد. بسبب ان انت شفته من الناس دي مش عايز يتعاتبهم. مش عايز تتكلم معهم. عايز تبعد. آآ كررت ان انت تبعد عن الناس دي تعتزل في حالك تقول لنا ملش دعو بالاشخاص دي. انا خدت شغر منهم التعب. الظلم. المشاكل. الخانجة خدت شغر منهم المصاريف اللي صرفتها او تعب كتير او صرفت عليهم فلوس كتير فانت حبيت تعتزل عن الناس دي وتاخد دزق بعيد عنهم. لان كنت سمعت كلام كتير. يعني شايفك هنا آآ بس التواجع حين في مشكلة. في مشكلة آآ في المحاكم او آآ حالة بس هيها تتحل. خلاص. يعني بنا عندك ان انت عندك ثقة في الله كبيرة جدا. لكن هتخلص منها بازن الله تعالى مشكلة لعدك. الماديات فيه مفراجات كبيرة دي لك. شايف برضو في فلوس آآ دي لك حوالات او فلوس او انت عطى حد فلوس سلف او مسلف حد وردع لك. وردع لك بازن الله تعالى خلاص. آآ استغل ايامك كلها الفترة اللي داية في صالحك. امشي في الطريق اللي انت مكتمل فيه. هتوصل. هو ماشي يحصل معك شوية تعب لكن هتوصل بكدرة الله تعالى. كل ما تكتمل تتحصل لك عرقيل تحصل لك حدد. لكن هتوصل. في هنا شايفك هنا في طرف ثالث آآ حطك في دماغه. حطك في دماغه الطرف الثالث. انت ما عطهوش اهتمام. او آآ بعيد عنه. لكن هو حطك في دماغه وعايز يوصلك باي طريقة. عايز يوصلك باي طريقة. الست اللي عامل لكم السحر. الست اللي عامل لكم السحر دي هي جمحوية يعني سمرة بما يقوله. وطويلة مش قصيرة طويلة السدية وجمحوية. وقريبة ليك. قريبة يعني جدا. مش بعيدة. اه مش غريبة. قريبة ليك. ماشي? فخلي بالكم منها. دي يعني اول حرف منها اللي سألوني كتير على اول حرف حرف السين. حرف السين. شايف حرف السين. حرف الهي. منها. من حروفها سوى كانت حرف السين او حرف الهي. او حرف الميم او حرف العين. او حرف الحه. من حروفها. صلى على حبيبة المصطفى عليه فضل الصلاة والسلام. شايف عندك اكتر من حادة. بتديك طاقة اه ايجابية. عندك اكتر من حادة بتديك طاقة ايجابية. بتخليك يعني احسن من اه من الاول. يعني فشوف نفسك. حاول يعني تشتغل على نفسك. اشتغل في زي ما انت في الطريق اللي انت فيها. هتوصل بازن الله تعالى. عندك تغيير في سكن. تغيير في سكن. اه هتنزل من مكان لما كان بازن الله تعالى. بسم الله الكشف. الله مصلى لسيدنا محمد. بسم الله. بسم الله. في حدا هنا انت مقصر فيه. او في تقصير ما بينك وما بين نفسك. ما بينك وما بين حد. عندك طاقة تقصير نقصر. في حدا مقصر فيه. ليه هي اللي مقصر فيه? شايفك انها بتكتمل في حياتك بشكل كبير. شايف عندك هده رسالة. رسالة انت هتقرأها. رسالة دي ذي لك فيها خير بيزد الله تعالى. في استلام من اوراق. اه اوراق رح تستلمها فيها خير ليك برضو. في حد غايب عنك بقاله ومدة كبيرة. وانت عمل تدعي له ان يردع بالسلامة. ان شاء الله يردع بمشيئة الله تعالى. في حد هنا مزدون قريب ليك او مريض اه شايف عليه محتد مساعدتك او محتد دعمك او محتد الدعاء. مزدون او اه في السدن او اه بيخلص او عيان او بيعمل عملية رب نهش فيه بازن الله تعالى او هيخرج من الاسر اللي فيه او من السدن اللي هو فيه هيخرج بقدرة الله تعالى ان شاء الله. شايف عندك مفادة هتحصل. هتغير حساباتك بشكل كبير. مفاجأة هتحصل لك بازن الله تعالى. في حدا انت هتعمله هنا هتعلي من شأنك او شغل او علاقة اه شغل جديدة. في حدا هتعلي من شأنك. في حدا هتنشال وهتأخذ حداة احسن. شايف عندك برضو انت مشروع شغل بالك. اه او هتدخل في مشروع او داخل في مشروع شغل بالك. اكتمل كمان انت. بس اكتم اسرارك. اكتم اسرارك. لان في حواليك عيون كتيرة. في ناس كتير مش بتحبك. زي ما انت بتحب ناس. في ناس برضو بتحبك. في الناس مش بتحبك. بتتمتنى لك الشر. شايف عندك هنا اوراق تايها منك. او اوراق انت بتدور عليها. او بتخلص اوراق. او محتد تخلص اوراق. ان شاء الله هتكتمل معك بازن الله تعالى. ان شاء الله. شايف هنا هتربح يعني اه مشاريع. هتربح اه قضايا هتربحها. شايف عندك مكسب كبير جدا. عندك مكسب كبير جدا باسن الله تعالى. بس انت محتد الصبر. محتد الثقة بنفسك تزيد. خلي عندك الصبر. شايف عندك الى حد هيتصل بك. هيطلب منك حادة. هيطلب منك فلوس. هيطلب منك حادة معينة. شايف هنا في شخص اه هنا. الشخص ده يعني كريب عنك. كريب ليك. كريب ليك. بس في امور كويسة تطول ما بينك وما بينه. هيكون فيه حد جديد في حياتك. شايف هنا انت دجيت على باب او حاولت تفتح باب و الباب دي مغلق لكنه مفتح الان وهيتفتح الباب. واللي في السدن هيخرج. اللي في السدن او المريض هيشفي وهيتفتح الباب. في الباب اللي انت دجيت عليك من مكفول هيتفتح لك بازن الله تعالى. صل على الحبيب المطفى. شايف هنا انت حادي مخليه كاره اي حادة تخص الحب. تخص الحب. شاف هنا انت حدا بتتكرر معاك اه اشارة حلم عايز تفسره. في حدا انت عايز توصل لها. في حدا تعباك. امحيراك. محتار فيها. عايز توصل لها. لانك لو وصلت للحدة دي هتعلم ان شأنك. هتوصل لاهداف كتيرة. هتوصل لحدات كتيرة تعلم ان شأنك. انت خاطط عجلك كل تفكيرك فيها علشان توصل للحدة دي. والحدة دي ان حليتها هي عقدة. او هي حادة مربوطة او حادة مكفولة ان فتحتها وحلت لغزة هتوصل للهدف الصح. هتوصل يعني شأنك هيعلى 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 وهتخلص من العرقيل كلها اللي في حياتك. هتخلص من السحر. هتخلص من المسك. هتخلص من التعب. هتخلص من اي حادة واقفة في حياتك. حتى الديون هتبقى مرتاحة معاك. بازن الله تعالى. هتتعلم ان شأنك. شاف حدا برضو هنا هتفرحك. الفترة دي ادعم فيديو باللايك فضلا وليس امرا احبابي في الله. لان كثيرة والله بينسى يدعم الفيديو باللايك فضلا وليس امرا ادعم الفيديو باللايك. شايف هنا في اختلاف ما بينكم وبين صديق. او اختلاف ما بينكم حد قريب ليك. الخلاف دي كان من فترة. فاضي. اه من فترة يعني من الماضي. من فترة فاتت. هيبدأ صفحة جديدة او هيكون في الصلح ما بينكم. او انت اعتزلت عنهم. اه في خيار بيزد الله تعالى. الاهل امركزين معاكم جدا. الاهل يعني امركزين معاكم في كل حد. حتى في المال. اكتر حدا مركزين معاك في المال. فاته بيدي لك فصلان. بيدي لك ضيق. بيدي لك خنقة. شاف عندك هنا محادسة اه ما بينكم وبين حد مسحة او اتجنبها. بلاش كل شوية تبسك التلفون وتبص على المحادسات او منتظر منه محادس او منتظر منه يبعت لك حدا لأ. ابعد عنه او اترك الطريق دي. شاف هنا حد بيدعي لك. اه عارف ان انت بيدعي لك. بيدعي لك. هو عايز مصلحتك. ودائما بيدعي لك. بس التاني اه ما بجيتش شاف مين بيحبك. ما بجيتش شاف مين عايز مصلحتك. بسبب اللي حصل معاك المشاكل او اللي حصلت معاك او انت اللي مريت بيه. لان انت مريت بحادات كتيرة جدا. تعبتك نفسية. اه كسرت قلبك. يعني حادات كتيرة خزلتك. ما كنتش متوقع ان يحصل كده. شاف الفترة دي. انت مش واغد راحتك في حادات كتيرة جدا. مش واغد راحتك في حادات كتيرة جدا. عندك يعني حالتك النفسية هتبدأ تتحسن معاك. هتبدأ تتحسن. هتطلع من حالة الاكتئاب بفضل ربنا بازن الله تعالي. هتطلع من الخزلان. هتعرف ان في حد دناي داعمك. شاف طريق سفر جدامك. معروض عليك سفر. او انت حابب تسافر. بس عندك يعني مشكلة او حادة هتخلصها وهتسافر. في حدا عندك هتخلصها وهتسافر بازن الله تعالي. فتحة معك طريق السفر فيها فيها خير فيها فسحة. فيها فرح عليك. طريق السفر معك مرتاح تمام تمام بس هي مشكلة في الاول بتخلصها. هتخلص بازن الله بسهولة. وهتسافر وهتوصل لهدفك بازن الله تعالي. بلك مشغول اه اربعة وعشرين ساعة. مش عارف تاخد قرار. مش مرتاح. تعبان. اه مضغوط. اه محتار. مخنوق. قلبك مكسور. عندك الضيق. الفترة اللي داية فيها خير ليك. في فرحة في ارض بيتك. هنا ممكن نقول الخطوبة. او حدها يرتبط قريب ليك. او زواد. او الرجوع للمنفسدين. او زواد مرة ثانية. لان الفرحة مكتملة في ارض بيتك. انت فرحان وسعيد واهلك كلهم فرحانين ومبسطين معك. شايف هنا? انت ما بتحبش تتكلم كتير. بتحب الشخص الهادئ الكتوم. بتحب. بلاش يعني الفرحة لما تدي لك تعرضها على الكل. بلاش لما تدي لك حادة تتكلم عليه. اكتب. اكتب شوية. بلاش الكلام الكتير. بلاش الكلام الكتير. شايف هنا دايما بقول لكم هنا دايما ان انتم تعبانين. اه في حياتكم بشكل كبير جدا. في اختلاف يعني في اكتر من حدا معاكم. يعني شايفكم برضو انتم منتظريا كزا حدا تحصل. اه منتظريا طاقة خير ليكم. او يعني طاقة فرحة. بس ان شايف هنا في كلام انتم سمعتوه. والكلام دي مازال مواشوش عليكم. عندكم شق. يعني محترين. بتحاولوا يعني شايف ان انتم بتفكروا كتير في الكلام دي. يعني في حدا انتم ازياكم. والله اعلم سموه اعلم. يعني انت ان يدكم كانت صافية. ان يدكم كانت كويسة. بس هنا شايف عندك هنا حدوث اشياء جديدة ليك. فيها فرحة ليك. فيها سعادة ليك بازن الله تعالي. وهتوفي بالنظر اللي عليك لان عليك نظر. عليك نظر هتوفيه بازن الله تعالي. وهتحسبها بالوركة وكلام. وشأنك هيطلع وهتعلي بقدرة الله تعالي. وصلي على الحبيب المصطفى. على يفضل الصلاة والسلام. اللهم بشرني بما انتظر منك. وانت خير المبشرين كله. اتمنى من اخواتنا في الله وحبيبنا في الله. يدعموا الفيديو باللايك. وان كنت لم تشترك في القناة. هل اشترك في القناة وفعل زر الدراس ليصلك كل جديد من السرار العالم الروحاني. وان كنت بتعاني من السحر او من النس او من تعطيل او من تابعة او من اي شيء. داخل القناة. نزل كل الشيء بازن الله تعالى. والرقم امامكم اللي حابب يتواصل معنا يتواصل. وكما تعودنا مفتاح كل شيء. الصلاة على الحبيب المصطفى. فانزل في التعليقات صلي على الحبيب المصطفى. اللهم صلي صلاة الجلال وسلم سلام جمال على حضرة حبيبك سيدنا محمد. واغشيها اللهم بنورك كما غشات سحابة التجليات فنظر الى وجهك الكريم. وبحكيكة الحقائق كلم مولاه العظيم الذي يعزه من كل سوء. اللهم فرد قربنا كما وعد. امن يجيب المضطر اذا دعا ويكشف السوء. وعلى اهله وصحبه يسلم تسلي من كثير. صلى الله اللهم رب الله انشاء الزمن يساعدكم جميعا. وإياكم يامين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.